اشتتمت فعاليات ملتقى الشارق الدولي للراوي بنسخته الحادية والعشرين في مركز إكسبو الشارقة بنجاح كبير وسط حضور مميز من قبل الزوار للفعاليات المصاحبة نزيد من التفاصيل في سياق موفد مركز الأخبار الزميل طلال نايف من إمارة الشارقة شهدت فعاليات ملتقى الشارق الدولي للراوي بيومه الختمي حضور حيوي كبير للفعاليات المصاحبة التي زرعت في نفوس الزوار روح البهجة والسرور في ظل الإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا حيث مثل المشاركون الثقافة الإماراتية والإنسانية التي يسعون إلى نقله للأجيال القادمة عن طريق وراش العمل المكثفة طبعا هذه الله يسلمك ورشة غير مألوفة في ملتقى الراوي للسنة هذه ورشة التذهيب التذهيب بمعنى استخدام خامة الذهب أو شرائح الذهب في الفنون الإسلامية طبعا نقدم هذه الورشة هدفها للأطفال تعريف الفنون بتقنيات تركيب الذهب أن كونك الذهب استخدم قبل مئات السنين في المخطوطات والمصاحف وغيرها ملتقى الراوي يعرض عندنا قصص الحيوانات وهيئة البيئة والمحميات تعرض عندنا للحيوانات الموجودة في منطقة الإمارات وخصوصا الشارقة وعندنا بعض الحيوانات المهددة بالانقراض فهيئة البيئة تحافظ على هذه الحيوانات عن طريق إنشاء محميات ومراكز للإكثار وأيضا توعية الأجيال الجديدة لهذه الحيوانات نحن نقدم ورشة التشكيل بالسيراميك للأطفال من عمر ثمانية وفوق في هذه الورشة الأطفال يختبرون طريقة التشكيل بالسيراميك وطريقة صنع مجموعة من الحيوانات أو بالميدالية أو بالأكواب أو أن يشكلونها على الأقلام بحيث أنها تكون قابلة للاستخدام فيما بعد هذا وقد ساعد الزوار في تجربتهم الفريدة والنوعية في البرامج المصاحبة للملتقى والتي زودتهم بالمعرفة الثقافية العربية والعالمية اتعلمت اليوم فن جديد وهو أنه إحنا كيف نحط ورق الذهب على الأسماء وبعدين نشيل الزوائد وبطلع لنا الإسم وظاهر لنا المعا وهذا بنقدر إحنا أيضا نستخدمه بالزخارف وكمان بالمخطوطات أعلموني كيف أصنع بالسيراميك أشكال مثل أحط فوق القلم شكل حيوانات أو أصنع ميدالية هذا وشهدت هذه التظاهرة الثقافية حضورا لافتا على الرغم من اختلاف لغاتهم من قبل العديد من الشخصيات الفكرية والفنية والأدبية إضافة إلى العديد من المهتمين بقطاع الثقافة ما يؤكد على جهود معهد الشارقة للتراث في حفظ التراث ونقله للأجيال القادمة فرصة حظي بها المشاركون في ملتقى الراوي لتعرف الزوار بالقيم والمبادئ الإنسانية لقرسها عن طريق ورش العمل للتأكيد على الحفاظ على الموروث الشعبي العربي والعالمي طلع نايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين